اشتركوا في القناة والتحضير لجدول اعمال المؤتمر القادم الحادي وثلاثين وكذلك مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2021 اضافة الى جائزة التمييز البرلماني العربي واكد سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد عضو شعبة البرلمانية لمملكة البحرين بانه انطلاقا من اهتمام المملكة وتشجيعها ومبادراتها لتفعيل العمل البرلماني العربي المشترك وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه ساهمت الشعبة البرلمانية بعدة توصيات اضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انه السناد الى المدة الثامنة عشر من ميثاق الاتحاد البرلماني العربي اقترحت مملكة البحرين اضافة بند الى جدول اعمال المؤتمر القادم بشأن التنسيق عربيا فيما يتصل بتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد تسعة عشر الى ذلك اشاد سعادة النائب عالي زايد بما حققته مملكة البحرين من تطور ملحوظ وانجازات بارزة في مجال دبلوماسية البرلمانية الامر الذي جعل المملكة مثالا يحتذا به في المحافل الاقليمية والدولية